بسم الله الرحمن الرحيم محاضرة النهاردة هتبقى استكمالا لمحاضرة قانون نيوتن للحركة نيوتن سي ساكند لو قانون نيوتن التاني للحركة وتكلمنا في المرة اللي فاتت عن قانون نيوتن في الحركة الخطية واتفقنا ان لو في قوة F بتأثر على جسم كتلته M فاذا الجسم ده هيتحرك بأكسلريشن E في نفس اتجاه تأثير القوة اذا لو القوة دي بتأثر في اتجاه X فهو يتحرك بعجلة AX في اتجاه موجب X او اتجاه تأثير القوة لو انا عندي جسم كتلته M وبيأثر عليه اكتر من القوة فاذا انا بجيب محصلة القوة دي مجموع F1 plus F2 وبالتالي لو مجموع او المحصلة بتديني قيمة في اتجاه X فاذا الجسم ده هيتحرك في اتجاه X بعجلة قيمتها AX قيمة العجلة دي بتساوي قيمة القوة مقسومة على كتلة هذا الجسم المرة دي هنتكلم عن الجسم اللي لو بيتحرك في حركة دائرية ازاي نطبق عليه قانون نيوتن قانون نيوتن في حالة الحركة الدائرية بيتحرك مسافة المسافة بتبقى angular distance اللي هي ثيتا ثيتا دي بتكافئ قيمة الـ S او المسافة اللي بتحركها في الحركة الخطية اللي احنا بنسميها S وبيتحرك بسرعة أميجا بتكافئ الـ B في اللينير موشن في الحركة الخطية بيتحرك برضو بـ angular acceleration عجلة زاوية قيمتها اسمها ألفا بتكافئ الـ acceleration A اللي في اللينير موشن مبدئيا كده لازم أفهم ان الحركة في دائرة بيأثر عليها نوعين من الـ Acceleration او هي الـ F بتساوي M في A والـ A هنا بتبقى محصلة نوعين من الـ Acceleration اول نوع اللي هو Tangential Acceleration والتاني Normal Acceleration يعني ايه Tangential Acceleration وNormal Acceleration Tangential Acceleration هي العجلة اللي بتخليلي الجسم يلف في دائرة مماثل دائرة معينة Normal Acceleration هي العجلة اللي بتخليلي الجسم ده يفضل يلف في دائرة نص قطرها R لو انا مثلا الشكل اللي قدامي خيالت ان انا ركبت اللعبة دي في الملايه فبدايتي بيكون ايه ان انا بكون في البداية خالص بكون الجسم معلق في وضع ثابت كده في الاول قريب من ايه المركز عمودي على اللعبة دي بعد شوية بعد ما يحصل حركة او اللعبة دي تبتدي تلف يعني بيديك قوة بيأثر عليك بقوة والقوة دي بتديك سرعة معينة بتلف في بيها العربات دي العربة هتبتدي تبعد عن المكان اللي ابتدت فيه وبالتالي المسافة اللي هي بعدتها دي هي نص قطر الدايرة اللي هتفضل تلف بيها اللي بعدت عن المسافة اللي بعدتها دي بتكافئ السرعة اللي هي شغالة بيها او الأكسلوريشن اللي هي بتلف بيه يبقى اذا في عندي نوعين من العجلة اللي هي التانجينت الأكسلوريشن اللي بتخليها لي النوع الأول اللي هي بتخليه تلف في دايرة معينة مماثل الدايرة دي النوع التاني من الأكسلوريشن اللي هو بيبقى عمودي او النورمال أكسلوريشن اللي بيخليلي الجسم ده يبعد عن السنتر اللي ابتدى فيه اللي هي اسمها قوة الطرد المركزية قوة الطرد المركزية هتبعد لي الجسم ده عن السنتر اللي ابتدى فيه بحيث ان القيمة القوة او قوة الطرد المركزية او القوة العنودية دي لازم تكون بتكافئ قوة الشد في الحبل اللي ماسك العربية دي لو قوة الطرد المركزية دي زادت عن القوة اللي ماسكها او قوة الشد في الحبل اللي ماسكها او السلسلة اللي ماسكها دي هيبتدي ايه العربة دي تسيب مكانها وتقع من مكانها يبقى اذا انا لو عندي جسم بيتحرك من النقطة دي للنقطة التانية دي لازم هقول ان الجسم ده بيتحرك مسافة قيمتها ثيتا اللي هي المسافة الزاوية وبيتحرك بقيمة عجلة omega و acceleration الف الجسم ده بيأثر عليه او المحصلة ما بقول ان ال f بتسوي m في ايه الا هنا او العجلة اللي بيتحرك بها الجسم دي بتبقى محصلة نوعين من ال acceleration Tangential Acceleration و Normal Acceleration Tangential Acceleration هي العجلة اللي بتخليه الجسم ده يلف في خلال هذه الدائرة مماس لهذه الدائرة Normal Acceleration هو اللي بيخليه للجسم ده يلف في هذه الدائرة ومحافظ على ان هو يبعد عن المركز مسافة قيمتها r اللي هو نص قطر الدائرة اللي هي القوة بقى اللي بتأثر بتبقى اسمها أو قوة الطرد المركزية يبقى انا عندي الجسم بيتحرك مسافة ثيتا بسرعة اوميجا واي واكسلريشن الف في علاقة بتربط لي ما بين الاس والثيتا والاميجا والفي والالفا والاي عندي الاس المسافة الفعلية اللي تحركها الجسم من النقطة دي للنقطة دي بتساوي قيمة الزاوية اللي عملها مضروبة في نص قطر الدائرة اللي هو بيدور فيها في سرعته بيتحرك بسرعة من النقطة دي للنقطة دي في قيمتها اوميجا في الار اللي هي الانجيلار في اللوس دي سرعة الزاوية مضروبة في نص القطر ار آآ الانجيلار اكسلريشن بتساوي الفا في ار وطبعا الاميجا هي تفاضل الثيتا بما ان دي مسافة ودي سرعة ودي عجلة فاذا الاميجا بتساوي ثيتا على تي والالفا بتساوي اوميجا على تي اقوم نقدر اقول ان الاي بتساوي اوميجا على تي في الار شلت الالفة وحطت مكانها اوميجا على تي. طيب انا اصلا عندي السرعة بتساوي مسافة على زمن. السرعة الخطية بتساوي مسافة على زمن. بما ان الار ده مسافة ازا اسمتها على زمن تديني الفي. يبقى انا ممكن اشيل ار على تي دي وحط مكانها في. السرعة اللي بيتحرك بيها الجسم. يبقى ازا الايه? هتساوي في. لو انا هشيل الاميجا هحط مكانها الاميجا هنا بتساوي في على ار. الاميجا بتساوي في على ار. يبقى لو اشيل هنا الاميجا وحط مكانها في على ار. هتبقى في على ار. مضروبة في الار على تي اللي كانت موجودة اصلا. اشيل بقى الار على تي وحط مكانها في تانية. يبقى معنى كده ان الايه هتساوي في سكوير على ار. يبقى العجلة اللي بيتحرك بيها الجسم او العجلة اللي بتخليلي الجسم ده يحصله ان هو يلف في مسافة تبعد آر عن المركز قيمتها ايه بتساوي بي سكور على المربع سرعة هذا الجسم مقصومة على نص القطر لما هيزيد نص القطر هتقل ال لما هتزيد السرعة هتزيد العجلة اللي هي كل ما هزود السرعة سرعة الجسم هيبتدي تخيل ان انت ركب اللعبة اللي بتاعة الملاهي دي كل ما هتزود السرعة كل ما هيزود لك السرعة كل ما هتبعد عن المركز هتطير بعيد اكتر يبقى انا لو عندي جسم بيلف في دايرة والدايرة دي نص قطرها آر فهو هيأثر عليه نوعين من القوة قوة بتخليه يلف القوة اللي هتخليه يلف مماسل الدايرة دي والقوة التانية الاف ان الاف نورمل او الاف سي ممكن اللي هي السنتريبتال فورس قوة الطرد المركزي اللي هتبعده عن النقطة دي نوعين من القوة بيأثروا على الجسم اللي بيتحرك في حركة دائرية اف تي واف اين الاف تي الاف بتساوي ام في ايه وبالتالي الاف تي القوة اللي هي التانجنت الفورس دي هتساوي ام في الاف تي والاف تي دي لو انا بقول ان الجسم ده بيتحرك بسرعة سبتة في شكل دائري يبقى اذا الايه ساعتها هتبقى بصفر احنا عارفين لما يكون السرعة سبتة اذا الاكسلريشن بتكون بصفر لو ليها قيمة لو اللي هو بيتحرك في حركة دائرية بسرعة متغيرة يبقى الايه هتبقى ليها قيمة طيب النورمل فورس بقى هيعمل قوة طرد مركزية قيمتها ام في الاي ان واحنا لسا مطلعين من شوية ان الاي ان بتساوي في سكوار على ار يبقى اذا الاف ان هتساوي ام في ال في سكوار على ار يبقى انا لما حسب اي جسم بيتحرك في حركة دائرية اذا هو بيأثر عليه نوعين من القوة قوة تانجنتل وقوة سنتريبتال فورس او قوة نورمل نورمل فورس او سنتريبتال فورس الاتنين هما واحد قوة طرد مركزية وقوة بتخليه يتحرك في حركة مماسية للدائرة دي القوة المماسية بتساوي قيمت كتلة هذا الجسم كتلة الجسم ده مضروبة في الاكسليريشن اللي بيعملها اه وهو بتحرك في حركة دائرية قوة طرد مركزية ودي بتساوي كتلته مضروبة في مربع سرعته على نص الكتر بتاع الدايرة اللي بيتحرك بس هو ده الشغل بتاع النهاردة انا ممكن نبتدي ناخد عليه مسأل ده اهم قانون يهمني ان اللي بتخليه لجسم يبعد عن المركز بتاعه اللي هو بدأ فيه اول ما اخد سرعة بتساوي عندنا دي اول مسألة موضوع بسيط جدا ان انا عندي الطفلين بيلعبوا بكرة الكرة دي كتلتها ربعمية وخمسين جرام بتتحرك في سيركولر باث في حركة دائرية كده وطبعا الكرة دي كل ما بيخبطوها بتاخد سرعة فبتبتدي هي في بدايتها كانت ايه؟ ملصقة كده للعمود ده في اتجاه عمودي اول ما اخدت سرعة او ما ما دربوها اخدت سرعة وبالتالي لفت فيه مصار دائري وبعدت عن المركز مسافة قيمتها اللي هو نص الدائرة اللي بتلف فيها بتتحرك في سيركولر باث كونستان تسبيد اربع متر بار ساكن معنى كده ان السرعة الممسية اللي بتتحرك بها في الدائرة دي بي بتساوي اربع متر على الثانية يعني معنى كده ان الـ 80 هتبقى بصفر ايه بتتحرك بسرعة ممسية قيمتها اربع متر على الثانية يبقى ايزا العجلة اللي بتتحرك بيها العجلة الممسية اللي بتتحرك بيها الكرة دي هتبقى بصفر عايز اول حاجة دي كل المعلومات اللي عندي عايز الانجل ثيتا و the angle theta that's the chord forms with the ball العجلة القيمة الزاوية ثيتا اللي الكورد ده او الحبل ده هيعملها مع الحامل ده لما تاخد السرعة بتاعتها اللي هي 4 متر في السابق ثاني حاجة عايز tension in the chord والشد في الحبل ده لان طبعا الحبل ده لازم هيكون فيه شد هيحفظ لي على ان الكرة تفضل متسبتة لان لو قوة الطرد المركزية زادت عن الشد في الحبل الكرة ايه الحبل هيتقطع وهتسيب مكان اول حاجة انا لازم ارسم صح اول حاجة اول قوة بتأثر عندي هي قوة وزن الكرة دي الاسفل 450 ده كتلتها مضربة في 9 و 8 من 10 الشد في الحبل طبعا دي 450 جرام هنضرب في 980 مش 9 و 8 من 10 او نحول دي للكيلو جرام ونضرب في 9 و 8 من 10 ثاني حاجة القوة الشد في الحبل ده لازم احللها لمركبتين اول مركبة اللي دي تي ساين ثيتا و تي كوزاين ثيتا لبقى دي تاني قوة بتأثر على الكرة دي ثالت قوة بتأثر على القوة دي هي قوة الطرد المركزية اللي هي الاف ان والف ان بتساوي ام في الفي سكوير على ار الاف تي اللي هي القوة بتاعة التانجنت الفورس عندي الام بتساوي الاف بتساوي ام في الاي والاي تي بصفر لان السرعة تبت فمش هتدخل معايا في الفسبق يبقى انا اول معطى عندي ان الفي بتساوي 4 متر per second محصلة القوة في اتجاه واي بصفر لان الكرة ما بتتحركش فوق وتحت هي سبتة في اتجاه واي يبقى التي كوزين ثيتا هتساوي ربعمية وخمسين في تسعة وتمانية من عشر ممكن نشيل العلامة ونحط تسعمية وتمانين ونحفظ عليها بالجرام تمام دي المعادلة رقم واحد بعد كده هنيجي في اتجاه اكس القوة اللي في اتجاه اكس عندنا القوة الاف ان ليها قيمة يبقى الاف اكس هتساوي ام في ال اي ان وحصلة القوة في اتجاه اكس اللي هي تي ساين ثيتا هتساوي الاف فان ما فيش عندي قوة تانية في اتجاه طيب الاف الام في ال اي ان الام بحطة زي ما هي والا اي ان بتساوي بي سكوار على ار يبقى تي ساين ثيتا هتساوي ام في ال بي سكوار على ار طيب انا عندي ال في وعندي الام وعايزة ثيتا وعايزة تي ومش عندي الار هبتدي ادرس المسلس اللي عندي ده المسلس ده عندي فيه قال لك طول الحبل ده واحد وتمانية من عشر وعندي الزاوية دي ثيتا وانا عايزة المسافة ار طبعا نص القطر هو المسافة اللي بتبعدها الكرة عن المركز اللي هي بدأت فيه نص القطر ده اللي هو الار اولا دي الزاوية ثيتا الزاوية ثيتا ساين ثيتا بيساوي ار على واحد وتمانية من عشر مقابل على وطر ار على واحد وتمانية من عشر يبقى معنى كده ان الار هتساوي واحد وتمانية من عشر في ساين ثيتا يبقى انا ممكن اعوض بيها هنا واقول دي المعادلة رقم اتنين تي ساين ثيتا هتساوي الام بي سكوار وشيل الار وحط مكانها واحد وتمانية من عشر في ساين ثيتا بنا كده عندي معادلتين معادلة واحد والمعادلة اتنين فيهم مجهولين فقط اللي هي السيتا وتي هحلوهم مع بعض وهوصل ان السيتا هتساوي 49.9 من 10 درجة والتنشن في الحبل هيبقى 6 و 85 من 100 نيوتر انا عندي كرة بتتحرك في دائرة القوة اللي بتأثر عليها بس هي قوة الطرد المركزي اللي بتبعدها مسافة R عن الكورد اللي بدأت عنده او المواضع الاتزاني اللي هي بدأت عنده تعالوا نشوف مسألة تانية كان في مسابقة والعربيات دي ماشية بسرعة كبيرة جدا العربية اللي عندي دي 2400 باوند ده طبعا ايه باوند دي معناها ان ده وزن وليست كتلة العربية دي ماشية طبعا دي سرعة 100 ميل بر اور يبا هي ماشية بسرعة سابتة قيمتها 100 ميل في الساعة نازم معرف التحويلات تكروي طبعا بصوا للجداول اللي احنا كنا منزلينها قبل كده في بداية الترم او في بداية الترم اللي فات بتاعة التحويلات اول من العربية دي اللي ماشية بسرعة عالية وصلت هنا هتبتدي تحصلها ايه انت لو ركب عربية والعربية دي طلعت بسرعة عالية كده منحنة تبتدي ايه تطير تطير ده نتيجة ايه يعني العربية هتبقى ماشية كده وتطير كده في الحتة دي كده مش هتكمل عادي على الارض نتيجة ال fn او centriptal force او القوة الترد المركزي العربية دي هتطير ايه كده لقى اللي هينزلها ايه وزنها حسب وزنها هندرس الموضوع determine the radius of curvature row of the vertical profile of the road at n عايز الرو عايز نص قطر المفروض ان هي لما هتطير كده شبه ان هي عملت دايرة او جزء من دايرة فانا عايز نص قطر الدايرة دي اول حاجة نحط القوة اللي عندي الجة العربية دي بيأثر عليها قوتين ال fn هي القوة الترد المركزي اللي هتخليها تطير لأعلى وبيقابلها ايه قوة وزن الجسم وهو مديني هنا الوزن على طول 2400 bound نبتدي نشوف بما انه بيتحرك بسرعة سبتة يبقى ال tangential force عندي بسفر ويبقى صمشا لل fn هتساوي m في ال a n يبقى وزن العربية ال m عندي طبعا هجيبها ازاي انا هنا مديني ال 2400 دا wait دا وزن انا عايزة كتلة الكتلة اسمها على عجلة الجذبية الارضية في الديني يعني ال m بتساوي بما ان ال w بتساوي m في g يبقى ال m هتساوي w على g انا عندي ال w اللي هو الوزن 2400 هقسمه على g وال g طبعا عندي هنا ب 32 اتنين من عشره علشان انا الوزن بال bound مضروبة فيه square اللي هو مدهالي اللي هي مربع السرعة مقسومة على رو طب اولا انا لازم اعرف ان انا حول الميت ميل في الساعة دي لكم فيت per second بما ان انا شغالة بال bound واحد ميل بيساوي 580 فيت يبقى معنى كده ان الميت ميل في الساعة هتساوي 146.168 او 667 فيت per second واحد ميل بخمسمية اتنين بخمستالاف متين وتمانين فيت معنى كده هقول ان الميت ميل بكم فيت وبعد كده طب اللي طلع لي الرقم اللي طلع لي ده في خلال ساعة الساعة دي 60 دقيقة في 60 ثانية يبقى معنى كده ان انا هقسم الرقم اللي طلع على 60 على 60 يديني بقى الرقم النهائي هيبقى ان السرعة اللي بيتحرك بها العربية دي 146.667 من الف فيت بر ساعة يبقى دي قمت السرعة اللي انا هحطه يبقى هاعوض اجيب قمت الرقم هتساوي 146.667 على 32 دي قمت الرقم دي قمت الرقم يبقى هتساوي انا طبعا عارفة هنا عارفة وزن العربية وعارفة وزن العربية وعارفة عجلة الجاذبية الارضية اللي هي 32.2.2 فيت بر ساعة وعارفة السرعة عايزة الرقم الرو بقى هتطلع 168.65 من 100 فيت ده نص القطر بتاع الدايرة او الكيرف اللي هيتحرك فيه العربية دي لما هتوصل عند النقطة دي بالسرعة العالية ده اول مطلوب ثاني مطلوب بيقولي بما ان انا عرفت قمت الرقم اللي انا جبته في الجزء الاولاني ايه دي ترمين the force the force exerted الدرايفر ده او الراجل اللي سيء العربية ده كتلت وزنه هسفك وزنه 160 باوند قعد على سيت قعد على كورسي والعربية المرة دي هيقولك ان وزنها 3000 يعني انا لو عندي بقى بنفس الظروف اللي فاتت نفس الرو بس فيه سواء كتلت وزنه 160 باوند راكب عربية وزنها 30000 باوند وبتتحرك بسرعة سابتة قيمتها 50 ميل per second per hour 50 ميل per hour برضو بتعدي على ايه عايز determine the force exerted on him عايز القوة اللي بتأثر على السواء ده طبعا السواء ده هيأثر عليه قوة واحدة بس هي قوة قوة رد الفعل بتاع الكورسي اللي هو قاعد عليه يعني لو رسمناه يلاقي ان السواء ده له وزن معين بيأثر لتحت وفيه رد فعل بيأثر رد فعل الكورسي اللي هو قاعد عليه لفوق هو بقى عايز قيمة ال N دي اللي هي دي القوة اللي بتأثر determine the force exerted القوة اللي بتأثر على هذا السواء نفس الكلام بما ان هو شغال او ركب العربية اللي بتمر بنفس الظروف فهو هيحصل ايه القوة الوحيدة اللي بتأثر عليه هيأ الف N بس المرة دي الف N او محصلة الف N مش الدابليو بس مش وزن العربية بس لا ده وزن العربية او الوزن بتاع الشخص ده مطروح منه ال N او محصلة القوة بمعنى اصح هنقول محصلة القوة اللي في اتجاه Y هي اللي بتساوي M في ال A N محصلة القوة اللي في اتجاه Y هي الدابليو مطروح منها ال N طبعا هحاول 50 ميل بر اول هتطلع بر اول هتطلعي 73 و73 فيد بر سا يبقى ال N هتساوي الكتلة بتاعة الشخص ده اللي هي 160 لما جيبها النحية دي واخد دابليو عمل مشترك اللي هي 160 باوند هتبقى واحد ناقص B سكوير على رو ودي هي قيمة ال V سكوير ودي قيمة G في الرو هيدين 120 باوند دي رد الفر يبقى الراجل ده هيتعرض هو ركب العربية لقوة طرد مركزية ممكن هو بيتير ده هو كمان يتحرك من مكانه على الكرسي كده ينط الفوق طب هنحسبها ازاي محصلة القوة اللي في اتجاه Y هي اللي هتساوي ال M في ال A N محصلة القوة اللي في اتجاه Y هي كتلة الشخص ده أو وزن الشخص ده واتروح منه رد الفعل اللي في الاتجاه المقابل W-A N دي محصلة القوة في اتجاه Y محصلة القوة في اتجاه Y هتساوي F N أو M في ال A N M W على G زي ما قلنا في المرة اللي فتت ال W هنا الوزن بتاع الشخص ده اللي هو 160 على G والسرعة أو مربع السرعة السرعة اللي بيتحرك بيها اللي هي الخمسين ميل طبعا العربية بتتحرك بسرعة خمسين ميل دي سرعة الشخص طبعا لانه ركب العربية على الروق اللي احنا جبناها من الخطوة يبقى في الخطوة التانية هو طالب قيمة رد فعل الكرسي على الشخص ده ان محصلة القوة في اتجاه Y هتساوي رد الفعل اللي هو F شكرا لنهاية المحاضر